هذا شخص تحليلي تحليلي حذر يعني شخص يحب التحليل يحب التفصيلات يدخل في التفصيلات الجلس سمعه ما يصلح يحب يدخل في تفصيلات الأمور و إلى آخره حذر عنده يعني عنده حذر ما هو شخص مغامر كما سيأتي معنا في نمطة آخر نقات كثير النقط واضح منطوي يعني كثير ملاحظات كثير ملاحظات لأنه شخص تحليلي سلبي في الغالب ما يحب يشارك هو جالس ذهنه بس هو اللي يشتغل ولاحظت ربعض الحياة هذي كما قلت لكم يسدها جانب آخر صحيح متحفظ كما قلنا محذر وغير مألوف بعض الناس ما يحب أن يكون معه لأنه جانب والتواصل شفيه؟ الضعيف الضعيف يفضل هذا المهن العلمية والجوانب المهام النظرية اللي مرتبطه بالتخطيط بالتخطيط بالتحليل بالجوانب العلمية كما سيأتي معنا أي شيء في إطار التفكير؟ سيأتي معنا أيضاً يحب إذا فكر في المشكلات يحب أنه يهندسها ويشوف المشكلات منين جاية لكن ما يحب يدخل فيها بس يحب يفكر بس المشكلة هذه الآن قضية الصوت اللي طلع أو مشكلة الآن الجو أو المناخ أو المشكلة الفلانية يبدأ يتعمق في قضايا النظر فيها والتحليل وعرفت والقراءة ربما فيها ولآخر لكنه ما يحب يدخل فيها يعني ما يشارك في حلها لا يهتمون في الغالب بالأنشطة الاجتماعية لديه طموحات تعليمية مرتفعة يبغي يحقق ماجستير ودكتوراه وستاذ كورسي ويبيحصل أكثر من تخصص وما شاب ذلك يميل إلى التروي والتعامل والتأمل فيما يعرض لهم الأمور يعني إذا جاء لعنده قضية معينة فالغالب إيش؟ ما هو مستقبل ما يصدر القراء بسرعة لا هذا المتأني عليه التفكير المجرد والتخير والتصور اللي قبل قليل جميل التفكير مجرد عنده ضعيف لا هذا رجل صاحب يفهم القضايا عنده المفاهيم واضحة جدا مستويات التفكير العقلية عالية أن يحاول فهم العالم من حوله ما يمشي الأمور على لا لا لما يأتي المتاذر السوديو يعني مثلا تجدهم في الغالب هذا الكاميرا ولا هذا كذا كيف صارت كيف حصلت وإلى آخره يحاول أن يفهم إذا عرضت عليه مشكلة كيف يحلها عشوائية أو بدقة وموضوعية أكيد بدقة وموضوعية غالب أن ينقصه مهارات القيعدة طيب إيش المهن والتخصات المناسبة لو يعرضونه الإخوان سريعا الله خليكم نخليه مستشار الآن في مداخل أستاذ أنور أي المفروض نشوف بعد هذا أخ معنا يا أخوان الجميع الله خليكم الآن هذا الميليش الميليش الآن حين تكلم البحث البحث التحليلي التحليلي ماشي لقوته ذهنية إيش المهن والتخصات المناسبة يليت أن تعرض مستشار إيش مستشار علمي يعني لما أجي أتخذ قرار أجيبه عندي واستشير عايش سأعدي في اتخاذ القرار يعني خذك يدرس القضية دراسة تحليلية ممتاز هذه يناسب البحث العلمي التخطيط في المجالات المختلفة جميل جميل يناسب في التخصصات مثلا الشريعة في التخصصات أصول الفقه في التخصصات النظرية رياضيات كيميا فيزيا جميل يناسب في برمجيات الحاسب وما يتعلق بالمعالجات يناسب في الطب الموسوعي طب الأطفال طب الفيسيولوجي اللي يعتمد على الجانب المعلوماتي أكثر من شيء آخر يناسب في الهندسات التخطيطية مثل صاحبنا اللي قلنا كان في التشغيلي وهو لا تخطيطي يعني في قول تخطيطي واضح وهذا هذا القضية المهم لأن أغلب هندسات أستاذ الكريم لها جانبين جانب تشغيلي وجانب تخطيطي إذا كان عندك الواقعي إذا عندك الواقعي والتحليلي جيد ما فيه إشكال في أي مهنة كنت فيها لكن المشكلة إذا كان الواقعي أعلى فأنت تتحجل تشغيلي وإذا كان البحثي أعلى فأنت تتحجل التخطيطي أو ما شابه ذلك جميل اشتركوا في القناة